صمود مستمر أمام هجمات النظام وحلفائه في محافظة درع السورية التي يترقب سكانها نتائج الاجتماعات المتواصلة منذ أيام بين لجانها المركزية من جهة وبين النظام برعاية روسية لحسب مصير أحياء درع البلد التي حاولت قوات الأسد والميليشيات الموالية لإيران اقتحامها بلا جدوة وبشأن الاجتماعات بين الطرفين يرجح ناشطون سوريون استمرار الاجتماعات بين وفد من أهالي درعا وبين النظام مشيرين إلى أن الأمور تتجه نحو تهديئة وتسويات تفضي بتنظيم وانتشار قوات النظام في درعا مقابل إطلاق سراح العشرات من أسرى قوات النظام لدى الفصائل المسلحة المحلية وعلى الرغم من إعلان روسيا عن توصل نظام الأسد وممثلي أهالي درعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المحافظة في الثلاثين من تموز الماضي إلا أن معطيات ميدانية تؤكد أن النظام لا يزال يحشد قواته في المحافظة استعدادا لجولة جديدة للقتال في حال فشلت المباحثات التي يرعاها الروس تحشيد النظام وفقا لمصادر محلية تمثل بتعزيزات كبيرة من الفرقتين الأولى والعاشرة انطلقت من منطقة الكسوة فجر الحادي والثلاثين من تموز ووصلت إلى مدينة أزرع في حين اتجه قسم من القوات باتجاه مركز المدينة إضافة إلى نقل النظام آليات عسكرية ودبابات من منطقة الري ومجمع السالم بريف درع الغربي إلى حي الظاهية وفي مقابل إصرار النظام السوري على تسليم مقاتلي درعا سلاحهم ترفض اللجان المركزية ذلك وتطالب منتشار اللواء الثامن التابع للجانب الروسي حصرا في أحياء درع البلد واستبعاد أي وجود لقوات النظام والميليشيات المساندة له وتؤكد المعطيات الميدانية أن معادلة درعا تبدو في غاية الصعوبة أمام النظام والميليشيات لسيما بعد عدم تدخل روسيا في مجريات الصراع العسكري بين سكان درعا والنظام الذي تقدمت خلاله الفصائل المحلية وهو ما عده مختصون بأنه رسالة للنظام والإيرانيين مفادها أنهم غير قادرين على الحسم دون التدخل الروسي من خلال القصف الجوي